اشتركوا في القناة اللاعب الذي عمر طويلاً في الملاعب المغربية في حلقة اليوم نسائله عن مصاره عن مشواره عن نجاحاته وإخفاقاته أيضاً باسمكم جميعاً كرحبو بنقاش معنا في هذا البلد مرحبا بك سيبرايم مرحبا بك حسان ومرحبا بي معكم في تيلي مارك طيب هاد الاستضافة ديالك كتخلينا دائماً سؤولك لكي سؤولك الناس واش مازال غادي تستمر في الملاعب الرياضي الحمد لله تسعى كنت مع فريق تورغا بعض الناس مشكورين أنني دني معهم وتن نأدي ثرحة في حمد لله في استدل العائلة تورغية الحمد لله في أحسن الظروف وتنلي ملا إن شاء الله نزيد واحد الموسم ولموسمين إن شاء الله بحول الله قبل ما نواصل الحوار مع الضيف الكريم شو جميع ونشوف ورقة حول إبراهيم النقاش ثم نواصل الناقاش قد إبراهيم النقاش فترة طويلة في الميادين الرياضية يعد إلى جانب عسام الراقي أكثر المعمرين في البطولة الوطنية لم يعد عامل السن عائقاً أمام النقاش لأن العبرة بالنتائج في مصاره الكراوية حمل إبراهيم قمسان فريقاً بدءاً بالوداد واتحاد محمدية والمغرب التطوانية والجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدية ونهضة زمامرة واتحاد تورغة فضلاً عن تجارب أخرى في ليبيا وتونس والبقية تأتي إبراهيم تكلمنا عن البداية ديالك البداية ديالي بديت من المدرسة ديال فريق الوداد من جميع الفئات وصلت للمرحلة ديال سنيور هي اللي خلتني أنني نطرى أنني نخرج من فريق الوداد باش نقلب على الفورص باش ندير الاسم ديالي في المحيط الكراوية ديال في المغرب وهذا الشي اللي خلاني أنني نخرج من الوداد ونهاجر للديار الليبية واخر الملاحظ هو أنك لعبتي في الوداد تدرجتي في الفئات العمرية كلها ديال الوداد وفي نهاية المطاف غتجي الوداد وتشارك وانتدي يالا هي اللي باش يشرتني ولكن كما كالحال كان واحد طالبة أنني باش رجع للفريق لالأم فريق الوداد ولكن فاخر أنني رجعت في الوقت اللي محتاجني الفريق باش نعطيه من الجريبة اللي اللي اكتسبتها في فخورة خرش مقلق شوية تباغي تلعب شوف الإنسان تكون في داره وانتا واحد ما تريد يخرج من داره يعني متأجيك الظروف أنك تخرج من دارك ممكن تخرج مقلق شوية ولكن الحمد لله للمية تكون عندك واحد الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالخدمة ديالك والجين ديفي ديالك هذا شيء يخليك أنك تحدى العواقف ديال أي حاجة في قدامك باش تبني المستقبل ديالك هذا شيء يخليك أنك تطرى أنك تخرج باش تبحث وتقول لي ما لا يكون عندك طموح أنك ترجع للفارق ديالك الأم باش أنك تفرض فيه رأسك وهي شيء اللي وقع مشيتي لليبيا لعبتي بفريق ترسان الليبي الليبي في طربوس طرح دوست معهم واحد العام لأنه طرح ما كان سهل لأنك غادي كما تقولوا بماشي غادي بنيفو سينيور يعني غادي باش تقلب على رأسك الحمد لله بشينت منك الليبيا قدرت واحد العام في المستوى العام الثاني وقعت مع فريق النجبة بالغازي دوست معهم واحد ستشهر من بعد مشيت لفريق جرجيس تونسي يا فش طافي كبنات ديكس ستشهر طافي يا فش ادخلت المغرب ممكن كانت تفاهم أنهم يقدروا لي بيهالي روتور باش نرجاع عن دوم وننحو نتفاهم معاوه لكن رطأت اناني ندخل المغرب باش ن ممكن ناخد تحدي أخر في بلادي تحديك ديالي في رقم د devision ممكن قد نجي باش ناخد فرصة كما قدت لك في برمية ديفيزيون ولكن هذلك الوقت خص تكون عندك إسم في الساحة الوطنية هذا الشيء اللي تلعب دور في ذلك الوقيتها يعني خص يكون عندك إسم اللي يخلي أن الفرق أنه طمعاً تاخد إبراهيم النقاش وهذا الشيء اللي يخلاني أنني نبدأ في الدوزيان ديفيزيون ونفرض فيه الوجود ديالي باش نخلي الفراقي اللي في برمية ديفيزيون أنهم يقلبوا على إبراهيم النقاش هذا هو ال... رجعت الاتحاد المحمدي رجعت وقعت مع الاتحاد المحمدية دوزت معهم سنتين العام الليول ممكن جاءوا عروض ولكن بحكم أنهم صرحوا بزاف تلعابة لفديك السنة تقريباً ما بغوش يسمحوا لي أنين تاناً باش ما نخوش لي من البوست ثافياً كملت معهم العام الثاني هي في الجو فورق بحل فريق الجيش فريق تفريق الوداء دياني فريق الإبن ديالي جاءوا تيطوان ولكن كانت الأولوية للتيطوان لأنهم ولي اللي اعطاوه تمان مناسب براهيم النقاش نخال من المغرب تيطواني عاود بشتي الجيش المالكي بشتي الجيش المالكي توجدت مع مطلوبة مجري بديل الجيش كيف حدث؟ تجربة ناجحة لا في تيطوان ولا في الجيش يعني استفدنا بنا بزاف من أطر وطنية من لعبين مسؤولين صراحة بريود اللي ما تنسهش هم يعني الحمد لله قدرت معهم تم القاب هي فشي سهل أنك تأخذ عميد الفريق لف تيطوان ولا في الجيش يعني تشيء لو تيكون أن عندك واحد كما تقول واحد البوادي يليك في الفريق والحمد لله الناس صراحة دوز معهم أوقات اللي ما تنساش من الجيش بشيتي للدفاع الحسني للدفاع الحسني الجديد يعني العام اللول في جديدة كان ممكن غير مسألة أنك بتتصوف الفريق كان معانا نتسي الميلانيت هو يلا يذكره بخير هو اللي يتقال لي أنني نجي عنده الجديدة وهذا السنة كما قلت لك يعني صوفينا في هالفريق من نزول والعام الثاني اشتغلنا مع سي بن شيخة اللي يخدينا معانية لقاب دي الكاس العرش اللي تنفتها أخربية في هذه المدينة كأول لقاب في تاريخ الحسني الجديد وهذا تبقى من فخارة لنا أننا تنتأسف عليه طراحة تنتأسفه هنا لأننا منشي المكانة دي يلوفد في القاسم الثاني لأنه عنده مدينة يعني في المستوى الكبير عند الجمهور ديالة طراحة ما تتشرفش أن الفريق يكون في الدرجة الثانية بتي من جديدة بتجي الراجعة ولكن قلبي بتي بتي السينية بدي سيارة الويدي وأخوة حسن تتبقى هذه هذا تبقى عامل يعني خالت تكون عندك وحد الحب لوحد الفريق ولكن تتبقى لا 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 الخدمة يعني خدمة ما يمكنش انك تشتارط على شي حاجة شي باللغو صغولي يعني كان ممكن كان요 كان فاخير كان محثيم حمد يعني نريد الفريق راجعنا نجي للفريق ولكن ممكن الزف المحمد يعني تهل الوقت اللي غدي نجي فيه هو يا صافي مشام من الفريق يا فجام برضرتي كما قالوا هو فارق كبير في ذلك الوقيته بش أنه يعبدك تظاهره دي لكاس العالم ولكن تبقى سيد محمد مدرب اللي ترفت آخر أنني استشغلت معاه في ليكيب ناسيونال وحتى في التطوان ولا في الجيش ومكتابش لأنه يكون في كاس لا مكتابش لي ولكن الحمد لله خدا الشرف اللي تطمح ليه أي مغربي هو الشرف دي الاستقبال دي السيدنا وعرف القيمة دي السيد محمد هذا الشي بغض النظر عنه يكون مدرب استشغلت مع بن شيخة قبل استشغلت مع بن شيخة الأساس حيث كان هو اللي شهدنا فارق جديدة يعني تتشوف أنه مدرب تعرفك وتتعرفه ممكن أنك تشتغل معه ولكن ما كانش واحد كانش واحد توافق لأن البوست دي اللي كان دي جا عامر يفاش تبربوز علي فارق الوداد اللي جاوا عندي دي سيساعد نصير تتكلم معايا وفتح لي الباب وصارح الباب اللي اللي كتن نتمنى في أي وقت والحمد لله اللي خلاني أنني نبدأ مع فارق الوداد من قلة أول لعب كيسينيلي الناصيري أنا قلت قريبا أنه نوع عبدالطيف نصير أول لعبين تنوقع في كشفة فارق الوداد في عهد ناصيري إذا رجعت لفرقة دي لك رجعت لدارك رجعت لدارك رجعت لدارك يعني الحمد لله تنطمح لي أي لاعب أنه يحمل القاميس دي الفارق كبير فارق الوداد الرياضي ومن خصك تحمل القاميس دياله خصك تأدي الأمور اللي مفروض عليك خصك تديرها في هذيك الفارق لأنه فارق ألقاب يعني خصك تهزي تبلاكا دياله إلا خصك تجيب تيتر لدى الفارق هذا ألقاب ديتي مع أمورك أربعة أربعة الألقاب أربعة الألقاب تقريبا تلات البطولات شامبيونزليك وسوبر كوب تقريبا خمسة الألقاب كس لحرش ديتي مع جديدة كس لحرش ديتي مع جديدة ومعليه فارق مخاف اللاعب ديالك ولعب رجولي فيه دفاع ولكن ضحايا ديالك بزاعة تبعا تخرج لي الضحايا لا لا الحمد لله صراحة كان لدرجي بيلي معك لا 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 بكيش لدرجي بيلي الحمد لله الحمد لله لا صراحة ممكن تكون واحد احتيكك بحكم أن احتيكك بالنسبة لي ني الله العظيم لنية الحسنة ديالي واني تنركيب تلقص ديالك تحكم عليك أنك تخدم فيها تكون انجاجمو فيزيك ميليو تيران ديفونسيف خلصك دائما تتكون هاز الحمل ديال ديال فرقة في وسط تيران خلصك تصلح لطاش ديال العابة ديالك خلصك تغطي على بعض المراكز اللي تكون فيهم الخاصة في لحظة الهجوم ولا في لحظة الاندفاع ديال اللاعبين هادشي تخليك أنك تكون عندك واحد لونجاج موفيزيك سيغطوع أو تاني متى تكون عندك الاحتكاك مع لذافريكا متى تكون عندك تظاهرات إفريقية تتكون ضروري فيها واحد احتكاكات قوية هادشي اللي خلاء ابراهيم النقاش أنه تقضبط على أنه اللابال بشيري كيبيرا خطيري كيبيرا صحيح والحمدالله ممكن تكون فيهم لذافيرتسمو ولكن ابنية الحسنة ديالي هو أنني تبغير ركيبير البالون ولكن الحمدالله ما خلاني أنني نصيب حتى اللاعب في الكاريير ديالي ممكن تتقاس اللاعب ولكن ولكن باش أنك لاعب جوز ثلاثة ولكن باش أنك تكون ليت سليل يجيب لي لا دكشي ما كان أديسي شوية التامن غالي وفديك الغلطة ديال الحمرة في كاس العالم الاندية ممكن غلطة طبية الحالة تبقى ديك غلطة من من الغلطة ديالي هو أن ديك اللونجاج موفيزيك اللي تكون زائد شوية ممكن تتأدي عليها بواحد بطريقة يعني خيبة ولكن اللولة فيها اللاورتيس من اللولة ممكن تقريبا أن نستحق لأنها بشيت شوية مع الطل ممكن من الأكسيو الثانية اللي ما استحقتها ما صراحة حسيت بأنها ما غريش نكون نستحقها ولكن تبقى ديك اللي لذار بيت ديال 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 الصفرات الثانية الصفرات الثانية ضد ترجي في الفينال في الرباط ممكن هذيك هذيك نستحق اللاورتيس من الثانية نستحق اللاورتيس من اللولة ما نستحقاش ممكن نستحقها واحدة نستحق ديك اللي ممكن عبطلت فيها لأكسيو لأنه من ناحية الحاكم اللي حسيت بيه شوية أغريسيف من جيتي لذيك الحاكم الميسري طبوش بصح من النقاش كين كي استاشر معك طوشاك في تشكيلها مشيت لذيك الدراجة بحكم أن شو لعبين آخرين مشيت لذيك الدراجة أنه تستاشر معنا على تشكيلها ولكن ممكن تي تي أنه بعد اللاعبين اللي كينين اللي كانوا معايا صراحة ولكن كنا تن تنستاشر معنا على أساس البروغرام ديال 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 إمتى نسافروا أش من طراجي ديال اللي غادينا نمشيوا لي ممكن واش ندخلوا الوطيل اليوم ولا ما ندخلوش ولا نخليو حتى الليلة المقابلة ممكن واش ندخلو الوطيل في سبعشية ولا في الصباح هده ما الاستشارة تأمل هذه اللي عبقية وادي لا نفتح للمجال لذي يعني تبقى كيف ممكن الحال تبقى لو كن عندك وحد لا لي نغوج مخصيش تبقى كيف حال عندك الكاسكار ديال لا جميع كم كانوا كابيتان كما قلت لك هذا كابيتان ممكن في هذه الأمور هذه نتجهنا في هذه الأمور ديال استيشارة ديال المسائل الممكن تكون محددة لكابيتان دي كيب ولا الزملاء أما بالنسبة للتشكيل ممكن اللي يدخل معنا في هذه المسألة في اللعب اللعب وش يبدأ بدل طاقو لا بدل طاقو هو سيد بنظرتي يعني اللي ممكن نفتح معنا دي المجال ديال أن شكولي تترتاحوا أنه يكون قلبه هجوم لأنه ممكن فاش كنا تنعندوا واحد للسيستيم تيبغي يلعب عليه تنبغيون أبويو على واحد للعاب اللي يشدلينا الأبال في الهجوم اللي باش ينفسنا ومن بطوعة الحلول حتى اللي زيل باش يدخله واشي ممكن سيل بنظرتي هو اللي كانت يستاشر معنا في هذه المسألة ديال قلبه هجوم هذا قلبه هجوم رجل من ديال الانديا في الإمارات كتبشيتم عطلين هذا هو عامية هذا عامية شوية أكثر علينا لأن كان كنا واحد ربعة تسويع ديال 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 كالاج بيننا وبين الإمارات اللي خلت كنا خسكتم شي باش تأضاب طاب باع لثب الكليمة هل تمصلتو لعبتو؟ قريبا قدرنا لقلابع حصة ليفاش لعبنا المقابلة اللي ممكن احتيار من اللي أتراتي علينا ولكن كيف مجال الحال تتبقى الظروف اللي خلتنا أننا ما مشيناش في الوقت المناسب ديال هذه المقابلات النقاشة كيف شكلت القرص وتك تلعب حدا أخوك وعائلة عائلة نقاشة عائلة رياضية كلا عرفهم كاملين را واحد الوقت را كانوا ربعة في البطولة لا الحمد لله لكن الإخوة ديالي اللي لعبوا في حل نورتي اللعب في المسيرة في الكوديم في الكوديم يعني دوز سوية العماميتهم مدوزوا في مستويات كبيرة ممكن متى تكون لعب ضد مع الأخ ديالك أكثر ما أنك تتلعب ضدك ضد الأخ ديالك ممكن تتدار عندكم سباب طيجات برنطيجات وذيك شي جينا بغيتي فرحة جينا بغيتي فرحة جينا بغيتي عائلة ممكن بالنسبة لي أنا نقدب عليك ما نقدبش عليك والله العظيم إلا حويجي ممكن ما ما بقاوش ديالي ممكن أكتر يعني تنطرطجي مع الناس هالي بغي بحكمة أنت عنده واحد المسألة ما تتريدش ترد أي واحد هل يفسدين؟ يتمنى واحد لا بس توني ديالي مغرب تطواني شوية واحد لا بس ديالك خارج من دربكم كنا عفوه هذا هي الداريبة ديال اللعاب اللعاب والأنتخينور والهدى يعني تل مسائيل متى تسالي لسيزن ديالك معالي كيف وش حاجة يعني أطمانتيكم وذوك لحويجي أطماني أخسك تبرتاجي وحتى من الليبات، اطماني بغيتي كما قلت هادو اوتومانيكما خسكت تفرقه رجال اكرم اكرم تهو اغريسيف شوي فلا مش اغريسور ابحال هو ممكن ده بيت تخكينا هادك البوست ديالو اريار غوش را هو في دمي غوش يقدر يكون احسن هو اصلا اكرم اصلا البوست ديالو لاكس لاكس في غوش كم هو غوشي تلعب تلعب كم لاكس ولكن بحكم ان ان الليكيب اني كانت عندها خاصة في ديالو الكوتي غوش فاشغطها الاطار وطني استيطاريكس كتيوي انهو يلعبو في ديالو ولكن الحمد لله الداف احسن ما يرام الحمد لله دوز فيه مقابلات في المستوى وسجل قاع اهداف هادشي خلا انهو يخلا بقى مستمر في ديالو ولكن فالويداته واب نفس باركورت خريبا نعم لا فالويدات فالويداته واناو يمشي ياخد يدير اللافوغ ماسيو في اكاديمية محمد السادس اللي عنده تهاي واحد واحد القيمة كبيرة في البطولة الوطنية يعني ذاعبين اللي تدفورمه على اعلى مستوى يعني هادشي اللي يخلا انهو غاي عاونوا بزاو في الحيات ديالو الكوراوية خبلي كتلعبتو أكرم شتكم هما تشتلعبين بجوج ولكن كي خلي الكورة عوك يحترمو خوش كبير ولا يخلي بحب دبي هو اللعب كي بشي كورة بجوج كيرزع عوك فلان تخيمو ممكن تقدر التكيس لقدر التكيس علي ونتكيس علي ولكن في نطاق كان شي كورة ديال اللي تركو الكورة ميتة لن تقدرش انها حتى تقدر تزرج ولكن تتبقى بحاله بحال اي لاعب لانه تبغي فردراسه وسط الشكيلة يعني ممكن نقدر ان نقدر ان تتعامل معه بحال اي لاعب في تحت ورقة لانه تحت ورقة كونا واحد العائلة مباشي بغد نظر انه الاخ ديالي يعني كانت الاخوة الخلج تاومايا يعني تاومايا كل واحد تضرب على البوست دياله يعني هالشي اللي خلانه ممكن تعطي نصائح اللي نقدر انه تتبغي تتخلي نقذهم ولكن تتبقى في المرش دياله في المرش دياله السوق خصوية الدار خلي كونسين ديال المدريب خصوية طبقة في احسن ميورة ان شاء الله ما زال قلت لي انك تقدر تزيد تلعب لان الايقاع ديال البطولة لان مش ايش ايقاع عالي ذا ليجين دو في ديالك يعني مزيان نقاش واش ما زال ما كتفكرش انك تدخل عالم تدريب انك وخاك تلعب انك توجد دي بلا لا الحمد لله صراحة الناس مشكورين انهم مفتحوننا دي المجال لا سيفوز القجاع لا يجازي باخير يعني اعطى واحد دفعة قوية للبطولة الاحترافية ولحتى المدربين المغاربة ولحتى الجنراسيو اللي صراحة في الجيل ديالنا اعطتهم واحد فرصة كبيرة باش انهم ياخذوا الديبلوم ديالهم اوخه انك تكون تتمارس مع الفريق ديالك مسموح لك انك تاخذ الديبلوم ديالك والشي اللي صراحة الحمد لله تفتح لنا بسي فتحي جمال اللي صراحة هو مشكور بزاف انه اوقف اوقف معنا اتدر لنا لفوغمانسيو ديالنا اخذينا الديبلوم ديالنا الحمد لله ده بايا وخانة اللعب وعندي الديبلوم ديالي باش انه ممكن من نحيده لكاسكت ديال ديال اللي جوا ندخلوا المجال ديال التدريب ديال التدريب واشنه المشاكل اللي كتشوف بانه تقدر تخلق لك في مجال التدريب والمشاكل اللي ممكن نحتمى معه لا واش مثلا انتا بلي غتبغي تبدأ مدريب واش غتبدا اجواه ولك تفضل انك تبدأ مدريب فرقه مثلا في الهوات واشنه واشنه ممكن تتبقى ديالك ساعه تتفكر واش الحساب واش غتبدا كما تنقوله درجة درجة لانه بحل بحل يقول يعني ممكنش انك توصل لباك بلا ما تدوز المسائل ديالك من المتدائي والإعداد ديالك شي باش توصل لنيفو باك يعني يخصك دروري يخصك تبدأ كما تنقوله درجة درجة تكتسب بعدها الإكسبرينس لانه عند ممكن عندك الإكسبرينس ديال كم جووغ عارف يعني كما تنقوله ما يدوزش لك العامة ديالك بزاف تحرميات ديالك ديالكورة عندك ولكن كم أنتخينغ يعني يخصك تبدأ تبدأ كما تنقوله درجة درجة بلس الاستشارة مع الناس اللي فيها بقينا في الدومينا دي ضروري من الاستشارة ديالهم بتي صالات ديالي معهم بضروري خصي تكون ضروري إذا خصك تزيد من الافورماتيون تزيد تعودتاني تزيد تعاو تشتغل عليها باش انك تعاونك في الدومينا دا لانه الدومينا دا لانه الدومينا ماشي سهل إلا بدي تيفي خصك تبدأ بيه تبدأ بيه صحي الفرقات تكون طبعا الحال إلا حتى متى تكون الفارق من تيجي تقومك جمعه لانه بتتقومك جمعك اللي كيف تتكون معك حساب واحد البروجي اللي غتبغي تشتغل عليه واش بروجي فورماسيون ولا بروجي أنك تلعب تبغير الفارق على الليتيتر بغير الفارق على الليومانتيا على بزيفة حويج يعني أمور اللي خصك تدرسه واش تكلمة قلت لك تيجي تدريجيا وتدريجيا واتبغناهم على الله أنني نجح في الدومينة دا كيف ما نجحت في الدومينة الكوراوي كملاعي واخد دقائق اللي قولنا ما نسولوك فيها علاقتك مع الويداد أنا بازال كنشوفوك أحيانا كنجي تججع الويداد كنجي تججع الويداد كنجي تججع الويداد كنجي تججع الزمامرة كما قلت لك تبقى هاد الدومينة دا ولا دومينة تتشتغل فيه يعني إذا تكون مرتبط بواحد الفاريخ تحتارم بالمسائل ديالك بجين ديفي ديالك بلانتخيمو ديالك بالروند مو ديالك في الماتش وطماتيك مو الاحترام ديالك للجمهور الاحترام ديالك اللاعبين احترام ديالك المدرير احترام ديالك للسطاف هاد الشي تخليك انك تحتارم ليكيب وبالنسبة الفرق اللي لعبت فيهم صراحة تنفتخر انني لعبت فيهم وانني قديت بكل امانة مع الفارق هذا بالجمهور دياله ولكن تبقى فارق الويداد فارق 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 العائلة بديتي فيه يعني بديت فيه ذايت تحت الانطورج ديالي لعائلة ديالي كلها ويدادية هاد الشي خلانا انا تربى فينا ان انا نبغي ولد الفارق هذا وكان يعني من فخر لي انني لعبت في هذا الفارق هذا وهزيت فيه ألقاب وصراحة نتمنى ليه المسيرة موفقة في تظاهرات اللي جاية ان شاء الله بدي يولد كلاب كورا واذا بي يولدي بتي قرى مبازع للا كما تنقولوا القراية دياله واذا ساعي لكن عندو شي شي تجارة غدي نعاونو فيه ما كنتش اشكال ذا الساع وخا باش نختمو نقاش هاد التجربة ديالكو اللي دي وصيف سواء هنا في المغرب خارج المغرب برمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون شنو الماتش اللي بقى دائما بانك خارج في دينك والماتش اللي بقى خالد في دين ديالي اللي ممكن عاشت فيه واحد الضغط راهيب اللي صارح اللي مش يوقيتش ما نعاشتش فيه هو اللي ممكن خلالنا الضغط ديال ماشي غير غير البيبليك الضغط ديال المغرب كامل هو هو المقابلة النهائية ديال مع الأهلي مع الأهلي ممكن خارج ممكن خارج البلاد ممكن تقدر يكون ما يكونش الضغط كبير بحل كيف ما في البلاد ديالك لأن اللي قاكوب في بلاد ديالك والجمهور باقي وتقول لك أن اللي قاكوب خاصة يبقى في البلاد ديالك هذا ضغط خور هذا تاوي من غير الضغط ديال المقابلة كيف أحد ضغط خور لكن شوية قليل من عند الجمهور ديال الدفاع الحسن جديدي بلي بغيت تكيتي تقع فيهم الحال وقال لك بشي لا أشوف الجمهور صراحة الفريق الجديدة تاوي يعني منحطار من الجمهور دياله لأنه بغان نين نبقى معه الفريق صراحة المسؤولين ديروا المجهود ديالهم باش نبقى معه الفريق ولكن لظروف عائلية خلتني أنني نوقع مع فريق فريق القلب فريق القلب لعبتي في هذه التجربة ديالك كون اللعب اللي كتشوفه أنه لعب لديك في البطولة المغرية اللعب حيث الحراسي يطوله ممكن الحراسي يطوله ويعمدك الحق اللعبين ممكن اللي يطوله فريق عندك ممكن عصام الراقي ممكن نبقى الحالية باقي كيف باقي كيف ماروكا ممكن معايا نيت معايا العزيز معايا كما قلت اللي غارديان من الجمهور ممكن ندوم ممكن مقوش لد الأصعاب يعني ماشي مقوش بزاف ممكن محسين فطانجا غريبا ندوم من اللي خلال ما بقوش الحالية بزاف ولكن ممكن اللي لعبوا معنا فالجنراسي دينا كان اندراري اللي لعبوا معنا دابا وما اللي باقي دابا يلتعتا اللي فورق دينا وأتي العم معنا وأتي العم معنا وهذا صراح فرحني بزاف اللي خلاني أنه تتشوف أن العام تكون عنده طموح ديال ديال أنه يوصل إلا والتحاجة ما تجي قدامه لأنه متى تكون عندك واحد جين دي في كما تقوله مهلي فراسك وباغي واحد حاجة ولكن عند القوام ديالك ما تقوله التقرم الله سبحانه وتعالى وردات الوالدين يعني الخدمة تتخليك أنك توصل وطراحة تتسمع بحالة الأمور هذه شكرا لك إبراهيم مرحبا سيحن سبا يوتم كانت هذه الجلسة ديال البوح وديال النقاش مرحبا سيحسن نعم فخورين أنك تلقى ولعب عنده هاد الكاريزما أنه يستمر في الملاعب الرياضية لمدة أطول بغاية تبقى باستمر نتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا من الناس اللي ياخدوهم إكزومب اللاعبين باش أنهم يوصلوا للمبتغدية لهم وليما لا يكونوا حسن مننا احنا كلاعبين ونتمنى العائلة اللي تندقاش تألق إن شاء الله باي بركتك سيحسن وبعد ذلك الوصول إلى حلقتنا اليوم برنامجكم غلطة العمر نتلقى معكم في حلقة قادمة مع ضيف آخر ونجاحات وإخفاقات أخرى إلى ذلك الحل لكم من يوم تاقم البرنامج طيب المناء إلى اللقاء موسيقى اشتركوا في القناة